السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نبدأ وبهن السعين معكم معلمة شذى من مادة التربية الإسلامية الحصة الثالث ونحن قد بدأنا في الدرس الثاني منه وهو درس من أخلاق الإسلام والآن نتابع في نفس الدرس في ذات الدرس الجزء الثاني منه نتذكر ما الذي أخذنا في الجزء الأول كان درسنا عن حديث عن خلق أخلاق الإسلام وهو التناجي في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه وأيضا عرفنا ما هي أشكال وأنواع التناجي التحدث سرًا سرًا أثنان التحدث سرًا أثنان دون الثالث النوع الثاني هو التحدث سرًا ثلاثة دون الرابع أيضاً من التناجي من التناجي أيضاً هو أن يجلس أطفال صغار ويكتب أحدهم على ورقة ويعطي صديقه بحضور صديق ثالث وأيضاً النوع الرابع أن يتكلم اثنان بلغة لا يفهمها الثالث هذه هي أربعة أربعة أنواع من التناجي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبه الله سبحانه وتعالى نتابع نبدأ رأينا هنا لدينا تدريب في الصفحة رقم 19 عندنا أربع حالات أبدأ رأيك فيها يا صغيرتي ويا صغيري أبدأ رأيكم أبدأ رأيكم في هذه الحالات كانوا ثلاثة أي أنهم كانوا ثلاثة أشخاص فسأل الأول الثاني عن قيمة اللعبة التي اشتراها ثلاثة أولاد كان عند أحدهم لعبة فسأل الأول الثاني كم الثمن هذه اللعبة التي اشتريتها فأخذ الثاني ورقة وكتب فيها كي لا يعرفها الثالث هل هذا هو التصرف الصحيح أما تصرف سيء هل توافق على تصرفه أخذ ورقة وكتبها وأعطاها للذي سأله والثالث يجلس حتى لا يعرفها هل هو تصرف صحيح؟ أكيد لا الحالة الثانية نصحت المعلمة أحد التلاميذ سرا دون أن يسمعها الباقون هل هذا تصرف صحيح من المعلمة أم تصرف خاطئ؟ هل توافقه؟ قالت له سرا يخصه شيء خاص به أتذكرون قصة عبد الله بن عمر عندما أتى إليه رجل وسأله وأراد أن يتكلم عنده في مشكلة؟ هل طلب منه أن يتكلم أمام كل الناس؟ أخذه جانبا وتكلم معه؟ وأتى بصديق رابع كي يؤانس ويجالس الصديق الثاني إذن صح هو تصرف صحيح لأنها لا تريد أن تفتح هذا الطالب ربما يكون قد أخذ علامة سيئة في الامتحان وتريد أن تنصحه بينه وبينه كي يحسن وضعه في الدراسة الحالة الثالثة اجتمعت ثلاث فتيات على المائدة فتحدثت إثنتان باللغة الإنجليزية والثالثة لا تعرفوا اللغة الإنجليزية ثلاث بنات جلسوا على مائدة اثنتان تكلمتا بلغة أجنبية لا تعرفها البنت الثالثة هل يجوز؟ ستحزن قد تعتقد أنهم يتكلمون عنها ولم يريدوا أن تكلموا عنها بلغتها حتى لا تفهم عليهم إذن هو تصرف خاطئ ولا يحبه الله ولا يحبه الرسول اجتمع خمسة زملاء فتحدث أربعة منهم دون الخامس هل هو صحيح؟ خمسة جالسين وتحدث منهم بصوت عالي هل هو تصرف صحيح؟ لا تكلموا مع بعضهم ولم يسمعهم الخامس أخبرتكم أنه حتى لو كان أربعة أو كانوا خمسة يجب أن يسمع من يحضر كل الكلام وإلا يدعو أحدا يسايره يسليه حتى لا يعتقد أنهم يتكلمون عنه ننتقل إلى التمرين الذي يليه وإلى الصفحة رخم عشرين هنا نقرأ نصوغ عبارات مشابهة أحب أصدقائي وأحب أن أدخل أن أدخل الفرحة إلى نفوسهم أكتب أو ألف عبارة مشابهة تشبه هذه العبارة ماذا قال راشد؟ قال راشد أحب أصدقائي وأحب أن أدخل الفرح إلى نفوسهم ماذا تقول أنت؟ هيا أسمعني يلا تحب أن تلعب مع أصدقائك وتحب أن تشجعهم في المباريات أحسنت لأن تجعل الفرح إلى قلوبهم ونورا ماذا قالت نورا؟ أحترم زميلاتي وأعبر لهم عن احترامي في جميع الأحوال وأنت ماذا تقولين يا صغيرتي؟ أحب زميلاتي وأساعدهم في دروسهم إن احتاجوا إلى المساعدة أو أعلمهم بعض الجمل الإنجليزية أحسنتي هيا بنا ننتقل نقرأ ونتدبر قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون ماذا قال الله تعالى؟ ما هو التناجي الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة؟ ما هو الخلق؟ ما هو نوع الكلام الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ الكلام في السر بين الناس ما هو التناجي بالأفعال والأقوال السيئة التي لا ترضي الله ورسوله؟ متى يكون التناجي خيرا؟ متى يكون التناجي خيرا؟ متى يكون هذا الكلام يكون حسناً يكون جيداً عندما يكون في الأعمال الحسنة وكل ما يؤدي إلى طاعة الله ورسوله لأن الله تعالى ماذا قال؟ لا تتكلموا لا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية لا تتكلموا بالأعمال السيئة وتكلموا بالبر والتقوى أي تكلموا بكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى من الأعمال السيئة من الصالحات من الحسنات من كل ما يؤدي إلى رضى الله وردى الرسول صلى الله عليه وسلم واتقوا الله الذي إليه تحشرون إذن نذكر ما هي أعطيني أمثلة للتناجي في الخير ما هي؟ لو مثلاً لو أنك دعوت أحد الأعمال التي تقوم فيها مثلاً تناجي في الخير لو كان عند والدك أناس كان عنده ضيوف كان عنده أصحابه فنعداك وهمس في أذنك وقال لك قل لأمك أن تحضر لنا الطعام قل لأخبر أمك أن تحضر لنا القهوة قل لأمك أن تعطيك القهوة كي نضيفها ونقدمها للضيوف هذا هو نوع من التناجي الحسن يقول لك في سرك وأيضاً أنت إذا كان لدى أمك أصحابها جيرانها ونادت لك أن تحضري بعض الفاكهة لكن في سرك همست لك في أذنك وقالت لك حضري بعض الفاكهة حضري القهوة هذه من الأشياء الخيرة والحسنة التي يجوز أن نتكلم فيها سراً أتعاون مع زملائي طلبت أم راشد إلى ابنها حمدان أن يخبر أخاه راشداً بأمر يخص الأسرة وكان راشد مستضيفاً صديقه أحمد في المجلس فكر معي ولكي نقترح على حمدان أفضل طريقة ليخبر أخاه دون أن يؤذي ضيفهم أحمد من الأفكار والأشياء التي درسناها سابقاً ممكن أن ماذا تقترح معي؟ راشد يجلس هو وصديقه وأخوه في المجلس تأتي أم راشد وتقول له أخبر أخاك أن هناك أمر يخص الأسرة أريد أن أكلمه به أو أن تأخبره به هذا الأمر يخص الأسرة لا يجوز أن يطلع عليه أحد يعني كأنها قالت له قل لأخوك هذا الأمر ولكن ليس أمام صديقك ماذا سيفعل حمدان؟ فكر معي لا يريد إذا خالف أمه وأخبر أخاه بالأمر سيفضح لكون قد فشى أو تكلى بشيء أسرار الأسرة بشيء لا يخص صديقه وإن حتى لا ينزعج الصديق وإن تكلم له سرا والصديق يجلس لوحده انزعج الصديق وضمن أنه يتكلمون عليه فسيتركهم ويخرج حزينا ماذا يفعل حمدان؟ ممكن أن نقول ينتظر حتى تنتهي الزيارة ويخبر أخاه بما يريد بما اختلبت منه أمه أن يخبره ممكن اقتراح ثاني لو كان لديهم أخ ثالث كان يطلب حمدان من أخه الثالث أن يجلس مع صديقه أحمد في المجلس ويتكلف ثم يخبر حمدان راشد بما يريد قد لا يكون لهما أخ ثالث قد يكون فقد راشد وحمدان هما الأخين أخوين الوحيدين ممكن أن يستدعي صديقهم لكي يحضر معهم فيلعب مع صديقهم أحمد ويخبر حمدان أخاه راشد بما يريد أي شيء لكن لا يدع صديقه يجلس لوحده وهو يتكلم مع أخاه عن هذا الأمر حتى لا يحزن الصديق وينزعج وتحدث الكراهية والفرقة بين الأصحاب إذن فالإسلام يحرس على سعادتنا فهو يبين لنا نتائج الأمور الصغيرة والكبيرة من أجل أن نفوز بالسعادة والقوة والعزة في الدنيا والآخرة انظر هذا ام انظر يا صغيرتي هذا أمر صغير قد لا تعتبرينه بالمهم لكن الإسلام سبحان الله دينك يا بنيتي ويا صغيرتي هذا الدين الجميل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يعلمك أخلاقا رائعة كي يحبك جميع الناس فهو هذا العمل الصغير له نتيجة لو كانت لو أتى حمدان وأخبر راشد بأسر أسرار العائلة قد يخرج هذا الولد يخرج أحمد من هذا البيت ويشيع هذا السر بين أصدقائه وهو سر لا يجوز أن يطلع عليه أحد لا يجب أن يعرفه أحد أنت هل تحبين أحد من أصدقائك أن يعرف أسرار بيتك؟ لا أكيد وأنت هل تحب أحد أن يعرف أسرار بيتك؟ لا فهذه التصرفات تعلمك كيف تحافظ على أسرار بيتك وتحافظ على محبة صديقك لك كنجل أن نفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة وبذلك نردنا ننال محبة الله ورد الله وندخل الجنة نتخيل أغمض عينيك وتأخيل أنك تعيش في مدينة اسمها مدينة السعادة هيا أغمض عينيك هيا أغمضنا جميعا أغمض من سيسكن في هذه المدينة؟ سيسكنها أناس يحبون الخير من هم الذين يحبون الخير؟ الصالحون هيا ولا يحبون الصالحون يحبون الخير ولا يحبون الشر أحسنتم إذن وعنت في مدينة السعادة ماذا ستفعل للذين يعيشون فيها؟ تحرص على أن يحسوا ويشعروا بالسعادة ماذا تفعل من أجلهم؟ تقدم لهم الخير ويقدمون لك المحبة لذلك مدينتك أصبحت أجمل مدينة في العالم أفتح فاتح عينيك هل تخيلت معي كم هي هذه المدينة جميلة؟ أحسنت نلخص ما أخذناه في درسنا درس ما هو؟ من أخلاق الإسلام درسنا كان من أخلاق الإسلام خلاصة الدرس ما هي؟ ماذا يعلمنا الإسلام؟ ماذا يعلمنا ديننا؟ ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحترم شعور الآخرين وأيضا أن لا نسيء للآخرين لا نسبب لهم الإساءة والحزن عدم الإساءة للآخرين فهذا إذا احترمنا شعور الآخرين ولم نسيء فماذا يؤدي ذلك؟ هذا يؤدي إلى عدم إدخال الحزن في قلوب الآخرين وأيضا إدخال السعادة نحن ندخل بذلك إذا لم يكن فيكون سعيدا وتترابط العلاقة ونصبح أصدقاء وستصبح علاقتنا متينة قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نتلو مع القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون هيا نكررها يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم إذا تناجيتم فلا تتناجوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون أيضا هذه الآية تطلب منك كالآية السابقة أن لا تتكلم بالأعمال والأفآل السيئة ولكن فقط تكلم بما يرضي الله بما يقربك من الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون من أخلاق درسنا قلنا نتعلم نحن أن نكون لنا نحن مسؤولين عن أعمالنا عن تصرفاتنا لكي يحبنا جميع الناس سلوك مسؤوليتي ماذا تقول نورا؟ ماذا تقول؟ نورا طالبة مجتهدة مثلك يا صغيرتي يا حبيبتي هي مسؤولة عن تصرفاتها ويحبها جميع الناس وجميع الأطفال لماذا؟ لأنها تعمل أعمالا حسنة وتتحمل مسؤولية تصرفاتها سلوك مسؤوليتي ماذا تقول؟ أنا مسؤولة عن تجنب التناجي هي لا تحب أن تتكلم مع صديقتها وصديقة ثالثة موجودة وعن كل ما يحزن الآخر فأبتعد عن ذلك لماذا نفعل ذلك؟ لماذا تفعل ذلك؟ طاعة لله طاعة لله تعالى لأنها تحب الله ونحن جميعا يجب أن نفعل مثلها نبتعد عن التناجي لأننا نحب الله ونطيعه ونريد أن ندخل الجنة وراشد ماذا يقول؟ راشد طفل صغير رائع ومجتهد يحب وطنه ماذا يفعل؟ أنا مواطن صالح أحرص دائما على احترام شعور الآخرين وأكون سببا في سعادة من يعيشون في بلادي أيها الطالب المجد يا بني يا صغيري هذا راشد مثلك طالب جميل ورائع كي تصبح مثله عليك أن تكون مواطنا صالح تحافظ على شعور الآخرين ولا تحزنهم ولا تسبب لهم الحزن ولا تؤذيهم ولا تشعرهم أنك متكبر عليهم وتكون سببا في سعادة من يعيشون في بلادك أنهينا درسنا طبتم وطابت أوقاتكم هذه الأنشطة أن نحلها ونقيم في النهاية نقيم ذاتنا هل ستجتنب وتبتعد عن كل ما يسبب الحزن للآخرين هل ستتحترم مشاعر الآخرين وأيضا أريدك أن تلون هل تحفظت الحديث وهل عرفت ما هي أهم الهدايات ما هي الأشياء المهمة التي دلك عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا كي نفعلها طبتم وطابت أوقاتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء في درس الجديد في الأسبوع القادم الأسبوع الأول من شهر رمضان تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته